دعت هيئات تنظيم الطاقة في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط بمراكش إلى اعتماد تقنين متناصق بغرض تسريع الانتقال الطاقي وضمان تزويد آمن في هذا المجال خلال لقاء رفيع المستوى حول موضوع تقنين متناصق من أجل تسريع الانتقال الطاقي في ضوء إكراهات التزويد الآمن اليوم كانت الكونفرنس دي المنظمين الوطنيين كعرباء وبالنسبة لنا كانت فرصة جيدة باش نبينوا الطموحة دي المغرب ومشكيم التزويد المغرب لأبرد التقدم اللي يحرز عليه المملكة من قيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله في مجال الطاقة والأفاق للبلادين من أجل تنمية الطاقات المستدامة والتجديدة وكان جعل ميناء محوار طاقي حقيقي كي يخدم منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذلك أفريقيا ناقشنا اليوم عددا من المواضع التي تهموا الانتقال الطاقي والتحديات المرتبطة به وأنا جد صعيد بهذا التعاون مع المملكة المغربية خصوصا أننا تمكننا بشكل جيد على تجربتنا وتقاسمها مع الدول المتوسطية الأخرى اللقاء يهدف إلى تقديم استجابة فعالة من أجل كسب التحديات الحالية ومواجهة التهديدات التي تطال أمن التزويد مع اتخاذ قرارات بخصوص الإجراءات التي يتعين اعتمادها في إطار من التوافق والتنصيق إن اتحاد الطاقة له الشرف بالتعاون والمشاركة في هذا اللقاء لمناقشة كل المواضع التي تهموا قطاع الطاقة خصوصا القطاع الخاص كالعيئة الوطنية لتبطي الكهرباء من أجل تدارس جميع الفرص المتاحة مستقبلا أتشرف بالمشاركة في هذه الندوة التي تتناول مواضيع مهمة حول قطاع الطاقة في المغرب ودول البحر الأبيض المتوسط وأن هذا التعاون داخل المنطقة يشكل فرصة ناجحة وفعالة للتطور وتحقيق المكتسبات إنجازات التي تمت في المغرب سواء في التقات المتجددة موجودة على أرض الواقع في المشروعات التي اتعاملت سواء في التقات الشمسية أو في التقات الرياح ويحنا بنتعاون مع المغرب طبعا ويهمنا أن نمد أواصل التعاون بين القطاع الكهرباء المصري وقطاع الكهرباء المغربي اللقاء رفيع المستوى الذي نظمته لأول مرة بالمغرب الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمعية مدرك شكل مناسبة لجمع عدة مؤسسات مغربية وأزيد من خمسين خبيرا في الطاقة ينحدرون من عشرين بلدا من الحوض المتوسطي بغية مناقشة التحديات الطاقية في سياق الأزمات الدولية وبحث آفاق هذا القطاع الاستراتيجية